في الغربة صعيب تكون صديقة؟ بالنسبة لي صراحة لا بالنسبة لي صراحة تكون الصداقات بالنسبة لي جداً ماشي شي حاجة صعيبة خاص صغير فين الصعوبة هي اختيار الشخص هذي فين الصعوبة أما بشك تكون السفر بالعاب في الصفر كيسهل جداً تكون الصداقات حيث كيكونو التقافات مختلفة وكيكونو لهاجات مختلفة فالمواضع اللي كتتفتح معناها جدادك يكونو بزاف المواضيع يعني بالعكس بالنسبة ليك الاختلاف الثقافي وكل شي يعني يحمس انك تكون صداقات انا بالعكس يعجبني جداً الاختلاف الثقافي مثلاً فيش كنسافر كنكون صداقات اول مرة جيت لدوبي ما كنت كنعرفتها واحد ولا احد حيث انا كنموت نسافر ما كنعرف دولته شي واحد دوبي خرجت منها بعد ستة شهر ولا تمانية شهر او سنة اللي كنت الفترة اللي كنت خرجت من المطار الناس يتعانقوا معي وانا راجع للمغرب اول يوم في الستة شهر كونت صداقات قوية اه صداقات قوية وبالنسبة لي اصدقاء باقي حتى لدوبي نعرفهم باقي حتى لدوبي نعرفهم اذا كنت اختيار صديق بالنسبة لي هذا صديق اذا ما اخترته كصديق قدره ماشي صديق حيث انا عرف انه ما غاديش نعطيه ذاك شي اللي خسني نعطيه كصديق وهو ما غايعطيش نعطيه نعطيه كم المرة رضحك يا صديق في هالجملة انا كنت احترم الصداقات وشوف انا اليك انتي صاحبي نقدر نموت عليك ما نكذبش عليك والله يلا نموت اما الفكرة اللي حابيت وصلها من اول انتي تقرر طبيعات العلاقة لو كان صديق بش تكون صديق معها للاخير او كما الجمع اللي كنا انه تكون معارف انه هذا معارفة تحطوه في كاتيجوري ايه تحطوه في كاتيجوري دي بان هذا اعرف وصافي فهذه كانت نقوله احنا تجربتك في اول فترة اول محاولة ليك في الغربة في دبي وبعد رجعت للمغرب ونحس ديما المغرب غادي وين ترجع انتي ترجع طاقتك تجدد طاقتك تمشي لنيسك